الطلب الأعزاء مرحبا بكم مجددا في هذه المحاضرة الجديدة اليوم سنتحدث عن أداة DNS Recon وهي اختصارا لDomain Name System Reconnaissance طبعا هذه الأداة هي واحدة من عشرات الأدوات المخصصة لعملية جمع المعلومات باستخدام توزيع كالي لينكس الأوتلاين أو المواضيع التي سنتحدث عنها هذا اليوم هي كالتالي النقطة الأولى سنتعرف فيها على ما هو الDNS والنقطة الثانية هو Self Study أو دراسة ذاتية لموضوع الDNS النقطة الثالثة DNS Recon سنتعلم بطريقة عملية ونظرية كيفية تشغيل DNS Recon ولماذا نحتاج الDNS Recon وأيضا النقطة الرابعة هي Resources أو المصادر والنموذج مكارثي سنقوم باستخدام هذا النموذج في هذه المحاضرة والمحاضرات القادمة طيب نذهب إلى السلائد الأول What is DNS? ما هو الDomain Name System؟ طبعا بثمه ظاهر أمامكم على الشاشة مكتوب باللغة الإنجليزية لكن سأختصر الموضوع باللغة العربية حتى تكون الموضوع هذا مفهوم وواضح للجميع الDNS إخواني أو بالإنجليزية لهو Domain Name System هو عبارة عن نظام يعتني بتخزين البيانات الخاصة بأسماء النطاقات أو الDomainات الخاصة بالمواقع يعني ممكن لغة الإنجليزية Domain Name وطبعا هذه الDomain Name الموجودين على شبكة الانترنت بالتالي فأن وظيفة نظام الDNS أو الDomain Name System هي ربط البيانات الخاصة بالنطاقات المواقع وعناوين الخوادم التي يتم استضافة المواقع عليها وبالتالي إمكانية استرجاع هذه البيانات عند الحاجة إليها لنأخذ مثال سريع على هذا الموضوع هذا الموجود أمامكم على الشاشة على سبيل المثال أنتم أو أنا طلبت موقع google.com فهذا الريكوست أو هذا الطلب يذهب من جهازي إلى الويب سيرفر الخاص وبعد ذلك يقوم الويب سيرفر بتحويل الطلب أو الريكوست إلى الDNS سيرفر الDNS سيرفر هنا باختصار ما الذي يقوم به يقوم بتحويل الموقع المطلوب من رابط الموقع إلى عنوان IB Address وهكذا يعني إحنا طلبنا google.com الحديث أو المحالثة اللي بتتم بين الويب سيرفر والDNS إنه تفضل هذا الgoogle.com طلبه شخصا ما لدينا السيرفر بيستجيب أو بيرد عليه من خلال تقديم الIV Address للموقع اللي تم طلبه بنفس الوقت فيه هناك مجموعة من الريكورد أو البيانات اللي ممكن تظهر معاي أثناء البحث عن معلومات معينة داخل domain name system على سبيل المثال الMX, A, Name Server وغيرها من الريكورد ممكن تظهر أمامي على الشاشة أثناء استخدام أداة ما أو حتى service أو online service خدمة online ممكن توفر لي هذه المعلومات السلايد اللي أمامكم هذا السلايد جدا مهم صراحة فيه type of DNS records أو اللي هم أشكال أو أنواع السجلات domain name system أتمنى أنكم تبحثوا عن هذا الموضوع من خلال مصادركم الموفوقة بإمكانكم تبحثوا عن المصطلحات أو types وتتعرفوا عليها باللغة العربية أو حتى باللغة الإنجليزية وأنا دائما أنصح تعلم هذه المواد أو هذه المصطلحات باللغة الإنجليزية لأنه في سوق العمل ما حد حيطلب منك مصطلح باللغة العربية الأشغال كلها والأعمال حتكون باللغة الإنجليزية لذلك وحتى penetration testing أي نتائج أو results ممكن تطلع أمامكم على الشاشة حتكون في اللغة الإنجليزية لذلك أتمنى اتراجعوا هذه الـ types أو هذه الأنواع وتتعرفوا على كل مصطلح أو كل type متعلق بالDNS Records وصلنا إلى الDNS Recon هذه الأداة مخصصة لعملية جمع المعلومات وطبعا هي متوفرة بشكل افتراضي أو by default على توزيعة Kali Linux والآن سنتعلم الـ DNS Recon من خلال نموذج مكارثي لماذا الـ DNS Recon؟ وماذا سأتعلم أو ماذا سأشاهد مثلا من نتائج في الـ DNS Recon؟ كيف سأطبق أو أشغل الـ DNS Recon؟ وماذا لو هناك أدوات مشابهة أو بديلة عن الـ DNS Recon؟ هذه الأسئلة التي سنجيب عليها باستخدام لموذج مكارثي طيب الـ DNS Recon لاحظوا أمامكم على الشاشة هذه معلومات جدا مهمة وهي التفاصيل هذه الأداة لا يهمني الذهاب إلى Kali وتشغيل الأداة ووضع تاركت معين أو ويب سايت واستخراج معلوماته لا طبعا هذا الأسلوب غير علمي ودائما يؤدي إلى أخطاء كثيرة لذلك من المهم أن نفهم نحن بالضبط هذه الأداة كيف تشتغل والأمور التي تطلبها أو الأمور التي ممكن تجذب ليها أو تجذب ليها من خلال استخدام هذه الأداة في Kali النقطة الأولى لاحظوا معي DNS Recon provides the ability to perform DNS Recon هنا يعني أحد المهام الأساسية في هذه الأداة أولا جمع معلومات الـ Name Server الـ NS Records والـ Zone Transfers هذه المصطلحات لاحظوا أنا وضعتها بالـ Bold أو بالخط العريض لحتى تبحثوا عنها بنفسكم لأنه جدا مهم أنكم تبحثوا عن المعلومة وتتأكدوا فعليا هل هي صحيحة كما ذكرها المحاضر للمادة أم أنه ممكن يكون فيها خطأ لذلك Check All Name Server Records الأداة هذه التي أن أصريكم تجمع معلومات الـ Name Server وتحلل بمدى وجود ثغرة أمنية بالـ Zone Transfers ما بين المواقع أو ما بين الدومين فعلى سبيل المثال الزون Transfers هنا شايفين على الشاشة على يمين الشاشة لاحظوا معي الزون A مثلا أو زون 1 زون 2 وهكذا يعني هذا المثلا Microsoft هون عندي الـ Example Microsoft مثلا example.microsoft.com هذا الزون أو خلينا نسميه زون واحد أو المنطقة رقم واحد بتحتوي على الـ FTP على الـ Example على ممكن Services معينة وهي مفصولة نوعا ما عن الزون B أو الزون رقم 2 اللي هي فيها Microsoft مثلا servers www dev وغيرها من Services أو أدوات موجودة في هذا الزون أدي أنا أصريكم واحدة من الخصائص اللي فيها إنها بإمكانها تتعرف على في حال وجود شايفين هذا الخط اللي بين الزون A وال B في حال وجود weakness أو نقطة ضعف أمنية في هذا الخط الواصل ما بين الزون هذا والزون هذا فبإمكانها بشكل آلي تتعرف إذا فيه weakness أو نقطة ضعف وبتكشفها من خلال أداة الـ DNS رقم هذه واحدة من الخصائص الخصائص الإضافية الثانية طبعا تكشف لي معلومات مثل mail exchange name server who's الـ domain كل هذه المعلومات بتظهر من خلال دراستي لهذا الموضوع لهذا الموضوع إذا أنا عرفت الـ types بإمكاني أشتغل على الأداء وأنا تقصط بجعل هذا الموضوع دراسة ذاتية لأنه جداً مهم تفهموه بشكل يعني بشكل مفصل طيب إذن أفهمنا موضوع الزونز والزونز النقطة الثانية enumerate ما معنى كلمة enumerate كلمة enumerate بمعنى extraction أو بمعنى استخراج يعني أذن لما أحكي رح أعمل enumeration على شركة X والenumeration شو معنى هون extraction أو استخراج المعلومات المتعلقة بالdevices اللي موجودة راوترات مثلاً بإمكاني أني أشوف كم راوتر موجود عند هذه الشركة X كم كمبيوتر فيه موجود في شركة X كم يوزر موجود داخل هذه الشركة والكثير من المعلومات لذلك ال-enumerate اختصاص الـ الـ اختصاص هذه الأداء أنه تستخرج المعلومات اللي تعتبر حساسة طبعاً أو حساسة أو عن ما يعني هو تعتمد طبعاً على الجهة اللي ممكن يتم تنفيذ عليها DNA Serecon واستخراج هذه المعلومات منها قد تكون جهة حساسة قد تكون جهة لا تكترف إذا حد سوى DNA Serecon عليهم أو لا فهذا المبوضوع يعود للشركات لكن ال-enumeration هو عملية Extraction أو استخراج للمعلومات التي قد تكون حساسة من التعبكة أو الأهداف وبنفس الوقت هذه يعني النقطة الثالثة وكلها عملية استخراج لمعلومات وهون عندي هي ال-points باللون الأحمر برضو عملتها باللون الأحمر لأنه الأداء قد تكون خطيرة لأنها قد تقوم بتنفيذ أو يعني عملية هجوم تخمين من خلال Word List أو ملف بيكون فيه مجموعة هائلة من ال-domains أو ال-passwords اللي موجودين داخل هذا ال-word list وطبعا هنتعرف عليهم أول شي احنا الآن هم نشوفهم نظريا وحننتقل بعد شوي للتطبيق العملي لكن مهم نفهم هذه النقاط الأساسية إذن ال-DNS بإمكانها تجمع لي معلومات ال-DNS records name server whose lookup ال-IP هات الموجودة الميل exchange تمام؟ هذه النقطة الأولى نقطة ثانية بإمكاني أعمل zone transfer وأتأكد إذا فيه أي خلل أو مشاكل أمنية بالzone transfer الموجود داخل هذه الهدف أو الجهة منه subdomain طيب إذن بإمكاني أعمل port forcing على subdomain لذلك بدي أكون لازم حذر جدا أثناء استخدام هذه الأداة ممكن عن طريق الخطأ تعمل port force attack أو هجوم ويبين الهجوم في logs أو السجلات الشركة اللي أنت ممكن عم تستهدف فيها فلذلك كن حذر جدا بالنسبة لهذا الموضوع وحاول تجربة على خوادم internal أو أي محاكيات simulators ممكن تكون موجودة عندك على الجهاز أو الدومين الخاص فيك وهذه كل الأمور إن شاء الله سنتعرف عليها كيف تعمل سيرفر عندك على الجهاز كيف تعمل محاكيات وغيرها فإذن هذه باختصار شديد الـ DNS Recon والمعلومات الأساسية ممكن أن تفيدني فيها هذه الأداة فننتقل الآن للتطبيق العملي حتى نلقي نظرة على الـ DNS Recon نذهب الآن إلى التطبيق العملي من خلال الترمينل بإمكاني طلب أداة DNS Recon مباشرة لأنها مكتوبة بلغة بايثون أو بإمكاني أن أطلبها من خلال الـ information gathering أو أذهب إليها من information gathering DNS Analysis وDNS Recon لاحظوا ما ستفتح معي من هنا أو ممكن أني أكتبها بشكل مباشر DNS Recon ولما أضغط Enter سيظهر لي الـ Help أو الـ Command أو الأدوات التي بإمكاني استخدامها أثناء تشغيل هذه الأداة وطبعا هذا باعتبار Manual يعني هو دليل دليل لهذه الأداة نلاحظوا ما على الشاشة هذا هو الدليل كيفية استخدام الأداة يعني على سبيل المثال خلينا نعمل تست على دومين مثلا دومين عندي موجود نحكي له يهدي أنا أسريكا لو سمحت minus D اللي هو دومين شهاب .A على سبيل المثال هذا هو واحد من الدومين اللي عندي و minus G اللي هو حاول أنك أعملي دي أنا أسريكا على هذا الويبسايت أو هذا التارجت الهدف وبعد ما أنتبحث عن هذا الهدف لو سمحت استخدم محركات البحث مثل جوجل أو بنك minus B بنك أو minus G اللي هو الغوجل وطبعا بإمكاني أستخدم الانتر الآن لجمع المعلومات عن هذا الدومين لاحظوا معي هيظهر معي أمامكم على الشاشة بأنه جلب لي الان أس النيم سيرفر الميل اكس تشينج الـ 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 والدومين نفسه الـ 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 يعني هذه المعلومات والـ جميع هذه المعلومات ظهرت بس من خلال كتابتي لهذا الكوماند minus D شيهاب minus G ولو كتبنا minus B هيبحث لي في Bing performing لاحظوا معي performing Bing search enumeration بحاول يجمع معلومات أو يستخرج معلومات عن هذا الدومين من خلال محرك البحث Bing لكن سابقا استخدم جوجل للبحث عن هذه المعلومات ولاحظوا معي هون جوجل has detected the search as put activity stopping search جوجل أو محركات أو الخوارزميات الخاصة في جوجل لاحظت أنه الأداء اللي عندي حاولت أنها تستخرج معلومات أو طلع منها ترافك جدا عالي وأدى ذلك إلى يعني أعطاء مؤشر إلى خوادم جوجل بأنه هناك أمر ما مريب أو أمر ما خطير أو put activity لاحظوا put activity يعني روبوت نشاطات خاصة بروبوت معين عم يجمع معلومات لذلك قام بإيقاف الput مباشرة لكن في بينك ما زال بيعمل performing لاحظوا معي وطبعا بعد ما ينتهي حيظهر لي كل الداتا أو المعلومات اللي حصل عليها من خلال بينك search engine بإمكاني بكل بساطة manually أنسخ لاحظوا معي copy selection وبإمكاني مثلا نفتح text editor مثلا text editor ممكن نسميه وناخد فيه data كتوثيق وممكن أني أستخدم المعني والدليل الموجود في الأداة نفسها ل auto saving أو بيعمل عملية حفظ بشكل آلي لأي بيانات ممكن تظهر معاي من خلال هذه الأداة بالنسبة لموضوع البرت فورسينج في أداة الدياناس ريكن صراحة أنا شخصيا يعني أفضل تجنب استخدام هذه الأداة أو هذه الخاصية عفوا وأستخدم أداة الدياناس انيام فقط للإبطلاع عليها هذه هي الدياناس انيام وسنقوم بشرحها في المحاضرة القادمة دياناس انيام حيث تقوم بأتمتة أو بشكل أوتوماتيك أو آلي بتنفيذ هجوم بورت فورسينج على السب دومينز هذه هي أداة الدياناس انيام دياناس دومينيام سيستم انيام وفيها عملية سكرابينج وهوز وغيرها الكثير من الخصائص التي سأقوم بشرحها في المحاضرة القادمة إذن البرت فورسينج سنقوم من خلال هذه الأداة بعمل البرت فورسينج ونعود إلى السلايد وصلنا إلى المصادر طبعا المصادر مبنية على نموذج مكارفي اللي هو ماذا لو ماذا لو أن هناك أدوات أو خدمات أفضل أو أكثر دقة من الدياناس سريكون ولذلك وضعت هذه المصادر لنا مصادر مهمة دياناس دامبستر دوت كوم هذا هو الدياناس دامبستر بكل بساطة بإمكاننا مثلا إدخال الدومين الخاص فيني لنتعرف على ما هي المعلومات التي قد تظهر أمامنا على الشاشة هذا الموقع صراحة أستخدمه شخصيا في أمور عديدة لأنها يقوم بعملية تقييم لأي ويب سايت ممكن يختار في بالكم ومن خلال كتابة الموقع اللي عنا نعمل وننتظر ظهور النتائج كما هو ظهر أمامكم على الشاشة نعمل زوم حتى تكون واضحة أمامكم لاحظوا معي على الشاشة تظهر معي الخريطة أو الماب الموجود فيها الويب سايت الذي تواجد فيها مثلا الويب سايت اللي هو one.com عندي هنا dns servers لاحظوا بشكل مرتب وأنيق وأظهر لي كل المعلومات المطلوبة بدون عناء الدخول إلى كالي أو غير من أدوات فأعطاني dns servers إنه موجود بns1 برضو mx records و txt records text records إذن موجود أو لا والhost records من هو الhost والحنو في هذا الويب سايت إنه بإمكانك تنزل xls اللي هو excel sheet بالنسبة للمعلومات اللي ظهرت أمامك أو view graph البيتا لاحظوا معي لما نعمل view graph بشكل أنيق ومرتب بشكل يعني لطيف يقوم بعرض هذه البيانات وبإمكانكم مثلا أخذ screenshot أو نسخ أو المعلومات لأنه هذه تعتبر أول خطوة وأهم خطوة وهي information gathering أنك تجمع معلومات عن الهدف وهذه الخطوة الأساسية القاعدة التي تبني عليها فبعد 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 تلاحظوا معي أمامكم على الشاشة هذه هي المابينج أو الخريطة الخاصة بالمعلومات اللي ظهرت أمامي على هذا الموقع طبعاً الموجودة ومنشورة ومنشورة في نفس المحاضرة يعني أسفل المحاضرة تجدون هذه الشرائح بإمكانكم تحميلها والاطلاع على resources أو المصادر الموجودة داخل هذه المحاضرة في النهاية أتمنى أن تكون هذه المحاضرة مفيدة وواضحة للجميع نلتقي بكم إن شاء الله في محاضرات قادمة